في حياة السابقين معالم لللاحقين قد رواها المصطفى قصصا للذاكرين علها تحيي النفوس فتهتدي دنيا ودين فاقصص القصص القوين يعني لهم يتفكرون الحمد لله الذي دعانا بفضله إليه ودلنا بإحسانه عليه والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وحبيبه ومشتباه الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من إحسان الله سبحانه وتعالى لعباده في دعوتهم إليه أن تقرب إليهم وقرب الدعوة إليهم وحببها فكان من ذلك ما ملأ به كتابه العزيز من الأخبار والقصص فالله سبحانه وتعالى تولى حكاية قصص عباده الصالحين وكذلك الجانب الآخر قال الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسد القصص وقال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وأمر الله حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقص على هذه الأمة الأخبار والقصص فاقصص القصص لعلهم يتفكرون في القصص وفي الحكايات تقريب للمسافة وللفهم وترسيخ لكثير من الشؤون لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عرف أن الناس يحتاجون إلى البيان ويحتاجون إلى التقريب القصص لها كثير من الفوائد أولا أنها تختصر الأخبار وتختصر المفاهيم الكثيرة ثانيا أنه من خلالها يمكن تقريب الفكرة لأن الإنسان يستطيع أن يتصور الشيء عندما يتمثل له في صورة إنسانية وفي صورة بشرية سابقة ثم إنه كذلك تبقى في ذاكرته محفوظة ومحفورة تلك الأخبار بما فيها من الفوائد وكذلك يتقبلها الإنسان فلا يجد فيها ملل ولا يجد في سماعها كلل لأنها منسجمة مع طبيعة الإنسان في جبلة الإنسان شيء من الفضول في جبلة الإنسان شيء من حب سماع أخبار الآخرين في جبلة الإنسان تطلع لمعرفة الماضي والتاريخ وفي معرفة أخبار الآخرين وفي استشراف المستقبل لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اهتدى واقتدى بما دعاه الله سبحانه وتعالى إليه من خلال هذه الأخبار ومن خلال هذه القصص في هذه الحلقات المباركة سنمضي على سنن الأنبياء وعلى منهج كتاب الله سبحانه وتعالى نطالع ما حكاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من القصص ومن الأخبار القصص القرآني الذي جاءنا في كتاب الله وهو ما يمثل قرابة ثلث الكتاب العزيز هو معروف ومشهور ولا شك أن فوائده وأن عوائده وأن منافعه لا تنتهي وكل ما بحث الإنسان فيها ونظر سوف يستكشف ويستخرج ويستنبط منافع عظيمة جدا الذي سنجتهد فيه في هذه الحلقات هو تلك القصص النبوية التي حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك إن كان هناك قصص من بعد ما حكاه الله سبحانه وتعالى في كتابه لها قيمة ولها نتيجة وثمرة فإنها تلك الحكايات والقصص التي حكاها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سننظر في القصص التي حكاها النبي عليه الصلاة والسلام ما نستفيد منه شيء يتعلق بواقعنا ما نستخرج به شيئا يتعلق بمعاملتنا مع الله سبحانه وتعالى في علاه نفهم من خلالها كثيرا من القضايا التي ربما لو أراد الإنسان أن يسمع فلسفتها وتفصيلها وبيانها وتعريفها لتطلب ذلك الوقت الكثير فسنجدها مختصرة موجزة مودعا في وسط قصة جميلة خرجت من لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نقتدي بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون استجابة لأمر الله سوف نقص هذه القصص واستجابة لأمر الله سوف نتفكر فيها ونستخرج منافعها وفوائدها إن شاء الله تعالى فنبدأ في حلقتنا القادمة بأول قصة نسمعها إن شاء الله تعالى فنلقي السمع ونحضر الذهن ونعزم على أن نستفيد من كلام رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلامه وبكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حياة السابقين معالم لللاحقين قد رغاه المصطفى قصصا للذاكرين علها تحيي النفوس فتهتدي دنيا ودين فاقصص القصص القوين لعلهم يتفكرون شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة